إن الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين خلقكم النفس واحدة وخلق منها زوجها وبثنهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تشاء منه والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فموضوعنا اليوم الحديث عن حباس المطر وأسبابه يقول حق تبارك وتعالى في سورة هود ويا قلو استغفروا ربك ثم توبوا إليه ورسل السماء عليكم مضرارا ويزف قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويقول الزميطاء في سورة نوح حكاية عن حوار نوح لقومه قال رب إني دعوت قولي للا ونهارا فإن يزدهم دعائيا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا فيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم أصررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويجددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم يترجون لله وقالوا وقد خدقكم أطوارا رب الله تعيث الزميط حالة حاجة إلى المطار إلى السقل إلى رحمة الله في أقطار عدة ونحن نعلم بمقطة الإيمان أن المطر لا يملكه أحد ليس ملكا لأحد أن الغيث ليس مخزونا عند أحد ليس محاطا به من طرف أحد ليس ملكا لأحد إنما هو كسائر ما خلق الله من ملك الله يملك الله كل شيء الأرض وما عليها وما فيها ومن عليها والسماء وما فيها بل طبقات السماء أن الملك كل لدن الله فإذا حدث المطر فلأشباب لأن الله خلق العباد لطاعته كما سبق عن ذكات فإذا ما استمروا على طاعته كانوا أهلا لأن يرحمهم ربهم لأنه دعا من في استجابله فحينما تخرج إليه الأعناق وتتحدث العنسلة بالصدق وتخرج ما في القلوب من إيمان من وفاق من توفل على الله فالله يخدم شبق العنسلة وتغارض القلب للقلوب فيكسي مستغذين ويرحم من يطلبه فإذا كان الناس في منعهم عن ذلك مصدودين عن ذلك الهتم الحياة الدنيا انغرسوا في الشهواء في المعاطر ومنهم من يستحرم المحرمات ومنهم لا يجب ولا يباني فإذا كان الناس هكذا صلت صلت عليهم ما يصلت عليهم والكل من أسبابهم فنرجو الله عز وجل أن يرحمنا لأنه رحيم نجل الله نجل الله عز وجل له ويعدم صفقنا وتوجباتنا ووفاعتنا نجل الله عز وجل لنسقينا صقيا النافعا هارما وأبي غيثنا غيثا نافعا غير منقطع إلا حينما يشاء الله حتى لا يكون أيضا الثقر أو الغيث مضر لأن الإنسان يضره الشيء إذا تجاوز حده كما يكون محتاجا إليه إذا كان غير نوف بالمطلوب والله يعطي كل شيء بالمقضاء وأنه يعني بحاجات عباده يا الله يا الله يا الله أنت ربنا ولا رب لناثواك أنت خالقنا ولا خالق لناثواك أنت إلهنا ولا إله لناثواك سبحانك في الجلال وإكرام ربنا غير النافعا مرحمنا أخياء ومليتين واجعل حمونا متعلقة بتوحدك لا إله يا قنس قلت في السماع جفت جمحها وانحدث قبرها وكفر تطلع الناس إليها وتقليبه من نظرة أطرافها انتواع انتبارا لمجود رحمة ربهم منها والعرض والعرض قد قد اشتارت إلى قطرة الماء بتطفئها وتنبت نباتها ويملو ضبرها وتتزين بنورها وتثمر ثمارها وتثمر ثمارها وتثمر ثمارها ويمتي أكلها كل حين بإذن ربها وبانحداث المطر على الناس يدريتون نعمة الماء وأعظم بها من نحنة ويقدرون قيمة المطر معاشر المسلمين ان البيض ضرور من انسان والحيوان والنبات ولا عصل الحياة ولا تثمر حياة بدون ما لقول الله عز وجل وجعلنا هنا الماء كل شيء حيث أفلا يؤمنون فمن الماء خلق الناس كل شيء وبالماعد يحيا تنف وبالماعد الزهر الجلاحة وبني السنبلة وتثمر السفرة وبالماعد ريز التجارة وتنفق القباعة وبالماعد تحققوا الصناعة وتنفذ الآلة وبالماعد تحققوا المضافة وتثمروا التهارة وإذا كان الماء نعمة جهيلة لا تتوقفها إلا نعمة الإيمان فإن هذا الماء من كل الله عز وجل الذي ملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وهو سبحانه وتعالى ينعم على من شاء من عباده متى شاء ويصرده عن من يشاء نعم لفعله تعالى في سورة النور ألم ترى أن الله يسجي سحابه ثم يولف بينه ثم يجعله ركامه فترد أخذ من خلاله ويؤذر من السماء من جلال فيها من غرف فيصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء نعم لأن أمر كله بالله يفعل فاعل المختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عناس العباد يسألون له أن يحبث نعمة الماء عن حده متى شاء وله أن يلعن على أي ده متى شاء وبأي مقبار شاء وبأي مطار شاء سماء سماءه والأرض عرضه لخلق خلقه ولما فيهنا وما بينهما ملكه سبحانه لا يتعب عما يفعله يسعدون لأعمى الله الرحيم الذي سبقت رحمته غربك لقفله انتكارك لأنه لذلك خطرة الله وما يحبث علم الماء به قوار حياتهم إلا لأسباب منهم السوجة والحربانهم من الماء تنبيها لعباده إلى شرم المعاكم تنبيها لعباده إلى شرم المعاكم وضاق السجعات وخطر الآثام وإن قابا لهم من غفلهم ليرجعوا إلى ربهم ويتوب إلى ضارعهم ويقلعوا عن ذنوبهم ولكن أكثر الله لا يعلمون وعن قدرته غافرين أن يؤكدوا الأخوات في الله لا يظلم الله أكثر فهو قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على قباده أي حرمه فيما بين عباده ولكن إن عطوه وإن يأيضوا إليه أي إن يرجعوا إليه وأصروا على عسيانه شرمت النعمة التي أخذتها ليهم تأديب النظم أي إذا حرمهم من نعمه كان ذلك من تأديب النظم قد يحرمهم نعمة العافية ويحرمهم نعمة الرفاء ويحرمهم نعمة الإثمينان ويحرمهم نعمة العمل والاستقرار وهي نعمة عظيمة ويحرمهم نعمة الأبناء ويحرمهم نعمة ما أعزتها وماذا لا تفعل فيه إن المعاصي على اعتلاف عنوانها هي السور في حرمان الناس من كثير من النعم ومنها نعمة والغاية نعمة المطار معاشر المسلمين نعتبر ان شباس المطار على الناس يمكن حصلها في أربعة أصناف من الناس أربعة أصناف ممكن أن تحصل فيها هذه الأسباب أولا أسباب من رعاة الأمة من ذو العمر والشأن فيها الأمة لا أصدق بلد المعينة ولا جهة المعينة قرمة الإسلام على ما يوجد أو أولد الأرض عندما يوجد لأن حتى الكفار أنفسهم الله لا يحبهم أن يكونوا ظالمين لبعضهم الغاب حتى الكفار أنفسهم إذا كانوا في الأرض طبعا وهم موجودون بالعرض وأجلهم بالأرض الله لا يحبوا أن يكونوا ظالمين أيضا فهم فيما بينهم أيضا يتفاضلون الكافر المعتد الظالم والكافر المنفس العادل فيها من العين المحتر من رأيه هذا التالي أقبله خطرا وأقبله من الماء الأول وإن كان كلهم يجمعهم أن تفر قلت أفضار من رعاة الأمة ودو الأمر والشأن فيها إذا أفضل الدين وضيقوا في الحياة مكانه وتجارسوا حجوده ومن يقيموا في علماتهم شاعات الذي عنزله ليسود حياة الأمة أو حياة العباة ومن يلزموها به فيتحكم في أمة الهواء ويقيمها الظل والشتاء وطرود فيها سروق الحيامة والرشوة والمحتومية ويستقل الغل على الفكير فتغنيه العمامية وبذلك فبذلك يستمشدون نقمة الله لغضبه فوامنه عن العباد الخير ويحرف عن ذلك وبذلك الله والتي كانوا أنفسهم الملين أجلوا من العلماء مطابيح الهدى في العلمة أهل التقوى فيها أهل العلم فيها هدى العلمة هذا هو المفعود هدى العلمة إذا أقل العلماء في الدورية والإرشاة والتمشيح وبيان الحلال والحراح فلن يقوموا بواجه مصيحة. ولن نحنوا بالمعروف ولن ينفع عن المنكر. ولن نحنوا كلمة الحق بين الناس. ليعرفوا ما لهم ما عليهم عن الناس. وهرموا من مسعوليتهم وركبوا الى الراحة واستكاموا على حياة الدنيا وراضوا بها. واتمعنوا إليها. ارصاروا عقل للباطل. هل حق استوجبوا نقمة الله وغضبه. فحلط الله عن الامة قطره ومنعهم رحمته. ثالثا اثبار من اغلاء الامة. الموسيقين في الامة. اهل الماجي الامة. يمنعون الزكاة. ويبحرون بالماء. ويحرصون على تنزه. ويتفانون في الجمعه. ولا يعلمون بحلية مفضله. ويحيمون البقراء منهم. ولا يتعامل بالطائل والمحرور ناسيما فيه. ولا يعدون حقوق خدمهم. واجرائهم منهم. في التجوى في التجارة مدرسون. وللموازل متبايلة يحرطون. ملاد الهديعة مجيدة يحرطون. وفي المسائل وموازين يتصفون. وبالأسعار يلعبون. وللبضاع يتفاكرون. في الترف يعيشون. وعلى المتح والشعرات يتفاكرون. وبالشعرات يتفاكرون. وبالعمالية والكبر يحضرون. الدنيا عندهم هالح. والتبطان جزيحة. والربع قائدة. والرسل الهديحة. والمصرحة الشخصية الموضة. والنفار المحبة. تيجبها كبه. وهذه هي حالهم في الواقع الا برحم الله. استوجب النعمة الواقع ضربت. فحبت الله عن العملة والغفاء. طابعي. افضل من عامة الله. ظهر وشير وإرحال. وصور بالدين. وظن. ليس من كل الامة داع عشاء. وظن. وتعامل بالغفاء. واثلي اموال ناس بالباطل. مجاهرون بالمعاطي. يتبافلون بالمبعات. لا يتنافل عن المنكر ولا يتوافل على المعروف. لا يؤمنون حقنا. ولا يزيطون الغناء. الغناء عندهم هذية. والحضر والمحضرات والمسردات والموحية. والاختناف والمقص والغنى الزحش والتبرج موضة عسرية. موضة عسرية. الملكة والزور واللغم والزور والغفاء والقمار والنفارة فأولوهم يعتادكم محلوفة. فاذا صامناه هكذا. وكثير من هكذا الا من رحم الله. استوجبوا نقمة الله وغضبك. وخلموني حماها. فمنع الله الاطلق. ونرزو الله. الغفور المخيم. العفو السليم. العفو العفو العالمي في الدنيا والآخرة. قلقوا قولها وأستغفر الله لي ولكم ورسائي المسلمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعرض بالله من شرور أنفسنا ونسيئات عنارنا. من يهد الله فلا من دن له. من يهد فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له. أشهد أن محمد عبده ورسوله. أرسله بلودة ودن العقل. ليغراع الدين كله وكثى بالله شهد. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. وكل دلالة في النار. عباد الله. إن فحاربوا الفضائل بالردائل. وجاهروا الله بالمعاطي. أنزل الله بهم من البلالة ما لا يقفرون على ربه. فيفتنون ويعيشون حيارا. ومن هذه البلالة انشباس المطر. انشباس المطر. انشباس المطر. انشباس انشباس المطر. بلاء عام. يعاني من عاثاره كل الناس. في عرض الله. وما أصابهم الا برهم من يدن. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس. في رواية خمس خصال. ان ابتريكم بهن ونزلنا بكم اعوذ بالله ان تدركوهن. اعوذ بالله ان تدركوا هذه الخصال الخمس. او ان تقع فيكم. اولاها لم تظهر الفاحشة في قوم قبطوا حتى يعلنوا بها الا فشاقهم الاوجاع التي لم تكن في اسلاتهم. لم تظهر الفاحشة. الفاحشة تطلق ويراجبها كل مصر او كل معسية. وتطلق ويراجبها الزنى. فاذا ماتار ذلك معلنا بين الناس. والزنى له اسباب المقدمات. فاذا فتا فيهم هذا النوع من المعاصي. صلت الله عليه من الاوزاع الامراء وامراء خطيرة التي لا يجدون لها دواءا مع تقدمين العلم والطب. هذه الاوزاع لم تكن في اسلاتهم. قلت لم تظهر الفاحشة في قوم قبطوا حتى يعلنوا بها الا فشاقهم الاوزاع التي لم تكن في اسلاتهم. الثانية. ولم ينقص المكيال والميزان الى اخروا بثنين تطبيب كيل الميزان نفس في كيل الميزان. تلاعب الكيل والميزان بما يتعال الميزان. وشدة الماء له. فقر. وزور السلطان يصلط على الامة بعض على بعض. وخاصة من يكون امرهم بعيدهم بمعلمات هناك عدن في حياة الامة. ولم يمنعوا زكاة اموالهم ثابتة. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء من زكوش. ما هو اهضر فرمي? الا سلط عليهم عدو من غيرهم. كما هو واقع الامة اليوم. فصلت الاعداء الامة عليها. الا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في عيديهم. لهذا الاعداء يسقط على ما في عيد المسلمين من خيرات بكرون وضيح. نعم. فيأخذ بعض ما في عيدين ومعلم تحكم الخامسة. ومعلم تحكم علمتهم بكتال الله. وسنة رسول الله دوجه كله. الا اجوع لبعثهم بينهم. شار الله يصير معطلا في حياة المسلمين. وفي حياة جاليات الإسلامية في دوار مثلا القربة. اذا كانوا يسلمون هكذا يعيشون بلادين. اقصد بلادين في حياتهم العاملة. والحمد لله كثير المسلمين يحاولون ان يطبقوا ما عرفوا من دينهم. ليست دين معطلا بالحياة. يعني نهائيا. لا. ما يقول لي انسان هذه الكلمة بمعنى انه يقول لا. ماذا نفعل نحن الله? اذا نحن يعاني قيموا صورة من صور الدين. جانبا من جوانب الدين. وهذه الكائمة السرعية هي جانب من جوانب الدين. انتم تسمعون ايضا جانب من جوانب الدين. الصورات جانب من جوانب الدين. الزكاة جانب من جوانب الدين. الحج جانب من جوانب الدين. صور الاخراطية التي تنتشر من الناس. ايضا صور من صور الدين. حينما يحاول المسلمون ان يتعلموا دينهم في المعاملات. يقيمون المعاملات على ضعي الاحكام الشرعية. يطيرون جانب من جوانب الدين في حياتهم. حينما اعتقدوا ان الله ربهم وهو الواحد العحد فرض السمد نبينا البليونة التي لو كدوا عنها. ما شاء كان وما نشأ. لن يقيمون جانبا عظيما من جوانب الدين. هو جانب التوحيد. هذه من جوانب من جوانب الدين. ما لا يقولوا ان الامة الزكاة عطرت الدينة نهاية. هذا كان مخصح. اننا نقول هناك جوانب من جوانب الدين معطرة. وهناك جوانب من جوانب الدين مقامة والحمد لله. ومرفو الله النزيل. نرجو الله ان وفقنا جميعنا وفق المسنين بمشارق العزي ومبارئة. حكاما ومحكومين علماء وعلمين. دولنا. يا دول رأي وفكر. نرجو الله ان وفق الجميع بان يقوموا الدين كله في حياتهم. لعنى المرجع الى الله. والله محافظ اماده الذين ضيئوا دينه في حياتهم. في اي نجام نجاوات حياتهم. ايه. انت هذا الحديث اخرجه ابن ماذا للطبران والبزار والريان والحاكم مع المعلم البيض في شعب الايمان. وفحفه الحاكم وافقه الذين. ولكنه في حقيقة من حيث سنده حديث معين. فهو حسن لغيره. لكن له شواهد وله طرق متعذبة. يصير بالحديث صحيحة. له طرق متعذبة. وله شواهد اخرى في قويل فيصير بها الحديث الذي قلت سنده حسن لغيره يصير بها صحيحة. أيها المسلمون. اذا هربتم انشباسا لمطر. فمن السعر ان نعرف اسفاب نزول المطر وقد عرفناها. فهي مذكورة هذه الاسفاب شارف اليها. آية من سورة يهود وصورة نوح كما كنتم في بداية العمر. وهي ترجع في عمومها. الى تقوى الله عز وجل وطاعده والرجوع اليه والتوبة من معاسه. والاستغهار من كل ذنب يغضبه. وليست هذه الكلمات رموزا جوفاء. ليست هذه الكلمات رموزا جوفاء. يا حقيقة لها. ما هي عفوظ جوة معاني. تظهر في المبارسات اليومية من اعمال اليوم واليولة. يا تحوى الله ايها المؤمنون والمؤمنات. تعني الكزار عباد الله رجل الله. والعمل على تغيير ما بهم. يغير العوض عقلالهم. لقوله تعالى. والله فلا يغير ما بقيم حتى يغير ما لعنفسهم. وتاريخ الاسلام في جمل حاظن لمن غيروا ما بهم تغير الله احفر لهم. من اسوأ الى احفر. فلقد كان العرب في جاهلية جهلاح. اذا راجعنا الى تاريخ الاسلام وقد تحدثوا عن هذا غير ما مرة. فلقد كان العرب في جاهلية جهلاح. رعاة عزل. وشاء. لا تجمعهم رابطة الا رابطة العشرة القبيلة. يقتل بعضهم بعضا. ويكيد بعضهم ربا. لا ربا ما يحكمهم لا تجمعهم. فبعث الله فيه. اشرف رسوله وسيد خلقه. فانزم الله عليه رسالته الهابية. فعير بها قلوبا من الشرك ومثالية. وحياتهم من الفساد والظن. والطهوال والعصبية. فصاروا ربانا بالليل برسانا بالنهار. فتغيرت فصاياهم ومواطنهم. وصلحوا وصلحوا. وواهرهم وتحصلت عشوالهم. فمكنهم الله من كيادة الدنيا. وجعلهم عدد لنعم الاخرة. فبالاكلام طوروا عزة بعد ان كانوا عزي الله. وعزحياها بعد ان كانوا عزحياها. وطيبين بعد ان كانوا خبتاء. معاشر المسلمين. ما يحكم رحمة الله عن عباده. ان اذنوا معافيهم. اتخفى على الله افعال العباد. اتخفى على الله افعال ما نحن. كم من عرض يهدد. وكم من متحرم مستحل. وكم من حق يزيغ بين الناس. وكم من مظلوم يزعر على الله بالضعاع. ان يرشده من ظالمه. وكم من فاقير. وشك الحرمان. وكم من مدين. اثقلات الديون. لم يجد قلبا رحيما. من اغنياء المسلمين مخفف عنه اعباده. من مال الله الذي يبيعه في نفقات الاطراف والتبغير في الكماليات. قلت لم يجد قلبا رحيما من اغنياء المسلمين يخفف عنه اخباعه من مال الله. الزكوات والصدقات. الذي يبيعه. ايه هذا المال. في نفقات الاطراف والتبغير في الكماليات. كم وكم. يقول بي الكلام. اذا عربت للسرسالة كم وكم. ولكن لا يظن الناس. ومع هذا. لا لا يظن الناس ان الارض اكفرت. اكفرت افراء من جو الخير والصلاح فيها. لا. لا يظن الناس ان الارض اكفرت من المحجنين. الرحماء. تنزال في امة الحمد لله. اهل الخير وهل الصلاح. اهل الاحزان. رحماء كرباء. ايها المسلمون. من احمد الله القريب من المحجنين. كما جاء في القرآن الكريم. ما بيننا وبين نزول المطر الا ان نصطرح مع الله. والامر قريب جدا. نصطرح مع الله ونبكي عليه صادقين على الليل والنهار. ام يرفع عما غضله. فهو رحيل. لا يخيل قاصبيه بصدق واخلاص. صدق والاخلاص. نعم ونعود اليه صادقين نحن شمادينه. ونفع من شحنه. ونحكم في حياتنا شرعه. ونقض عند عبوده. ونتقي محوى اليه. ونؤدي حقوقه. ونحتم حقوق عباده. وتظهر او نظهر في حياتنا اليومية بسلوكات مرضية ترضيه عنا. اللهم ان تتعلم احوال ما فحسنها. واصلحها. وتعلم ذنوبنا فخذها. وتعلم عيوبنا فصرها. وتعلم حاجات ما فقضها. وتعلم اعداء ما وعداء دينك. فاتفنا شرهم يا ارحم الرحيم للعالمين. اللهم اسكن اغذى النافعة ولا تجعلنا من القانطين. 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 اللهم اسكن اغذى النافعة ولا تجعلنا من القانطين.